أهلاً بك في الحلقة الثانية من كرس المذاكرة لو لم ترى الحلقة الأولى فستطيع أن ترىها وترجع تاني سأنتظر لك حتى تأتي السلام عليكم أهلاً بكم في وكسوجين معكم محمد مختار وحلقة جديدة كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير اشترينا أفضل عربية في العالم فيها أحسن مطور ومصنوعة من أجود الخمات ونضع المفتاح في الكنتكت ونضوع العربية العربية لا تستطيع أن تمشي ونقوم بخير بالبنزين وأن العربية لا تستطيع أن تتحرك لكن كيف لا تستطيع أن تتحرك؟ أفضل العربية في العالم وفيها أحسن مطور أيها فعلاً أنت تقول له هذا جيد جداً وجميل لكن المادة التي تجعلها تتحرك ليس موجودة أنت أيضاً نفس الكلام وأن تضعك مخ عنده قدرات غير عادية يتكون من بلايين الخيال العصبية وتمشي جواك أهرباء أو شيئاً معقدة بشكل كبير جداً أصلاً أنك تفهمها كل ما عليك أن تشغل هذا المخ لكي تبدأ تتحرك الإنسان نفس الكلام الدوافع هي التي تحركه الدوافع هي التي تجعلك تزاكر تعمل أي شيئاً من الأشياء التي تعملها في حياتك فالشيئات التي تعملها في حياتك وراها دافع سواء الدفع إيجابي أو سلبي لكنها وراها دافع الدوافع نقسمها نوعين دوافع خارجية ودوافع داخلية عندك متحم بكرة هذا مجرد مثال على الدوافع الخارجية ستجد نفسك بذلك الغصب عنك بسبب وجود الدفع فنحن لا نريد الدوافع الخارجية عندنا تكون مئة في مئة نريد أن نقلل الدوافع الخارجية ونزود الداخلية دعنا أقول لك مثال يوضح هذه النقطة جيدة لو أنت عندك عربية وليس تقفت السوق وجبت سواء يسوق لك أنت فعلاً ستتحرك بالعربية من مكان للتاني وهتوح مشاورك وكل شيئاً لكن أنت لم تتعفش تسوق فبمجرد أن السواق يأخذ أجازة أو ينزل من العربية أنت ليس تقفت ستحرك بالعربية لأنك لا تعودت أن تسوق بنفسك أنت تعودت أن تسوق لك السواق بالضبط مثال الدوافع الخارجية فإذا الدوافع الخارجية بالنسبة لك هي كل شيء وراحت فإنك بالنسبة لك السواق الذي يسوق راح فتبضل واقف مكانك وأعز أقول لك أن هذا لا يحدث في الدراسة والمذاكرة هذا يحدث بعد التخرج وتلاحظ أن لديك وقت كبير ولكن لا تعمل فيه أي شيء مفيد وجدني بكل بساطة ليس أنت اللي كنت السواق الكلية كانت هي السواق هي اللي كانت بتنظم لك الدنيا هي اللي كانت بتخليك تسحى الصبح بدري وتخليك تروح متأخر فتنام وتسحى وهكذا فلما الكلية خلصت وجدت نفسك ليس أعرف تسوق أي شيء أنت متعود أن هناك شخص ينظم لك الدنيا ليس أنت اللي تنظم هذا لنفسك وتلاحظ حياتك بعد نوم وأكل وأكل ونوم ونوم وأكل وعموما الدوافع تختلف من شخص لشخص ومن مرحلة لمرحلة ومن مكان للتاني في الأغلب ستجد أنك كنت تتزاكر كويس وانت في السنواء ولكن عندما دخلت الكلية بدأت تزاكر بنفس القوة لقد كنت تتزاكر فيها في السنواء لأن في السنواء بكل بساطة كان لديك دافع لأنك تأخذ الكلية الفلانية وبالتالي عندما دخلت الكلية الفلانية الدافع بتاعك وقف لأنه انت خلاص وصلت إلى أنت كنت عاوزة وصلها لكن لو كان عندك هدف كبير فتلاقي الدافع عندك أقوى وبالتالي أنت بتكمل وبتعافر في الكلية وبتزاكر كويس طيب إيه الحل؟ الحل أنك قبل ما تبدأ تزاكر تسأل نفسك هو أنت بتزاكر إيه الدافع بتاعك للمذاكرة الدوافع مش تزد أن تكون واو ومحصلت شي وأنك تطلع الأمر أو تمشي على المريخ أو تزور مالديف مش شاطر هذه الأشياء الدوافع ممكن تكون بسيطة جدا مثل الظبط ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على موضوع النية أنك تضع النية حتى تزاكر أن ده إرضاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ده ممكن يكون دافع ليك وفتكي أن كل ما بقى عندك دافع أقوى كل ما بقى عندك بنزين أكتر كل ما مشيت مسافة أطول طويلنا في جزء الدوافع ولكن النقطة دي مهمة كان لازم نعمل استفرس عليها من الأشياء المهمة جدا اللي تأثر على همتك في المذاكرة وانت مش أخير بالك هو أنك تخطط للمذاكرة بس مش بتخطط للطرفيه لنفسك فتحس أن المذاكرة دي دوامة كبيرة وملهاش نهاية وإني لو دخلتها مش هعف أخرج منها فتيجي تبدأ تزاكر وتدي نفسك بس عشر دقيق هم كانوا عشر دقيق تلاقي بريك كامل معها لحد آخر يوم لأنك لما بدأت المذاكرة أنت مخطط لمذاكرة ومش مخطط لطرفيه وبالتالي نفسك كانت محبوسة وفجأة لقى إطلاق صراحة فدائماً زي ما بدأت المذاكرة خطط جنبها للطرفيه بتاعك وهذا جزء مهم جداً لكي تفهم أن هناك مذاكرة وفيه طرفيه وانت بتتنقل بينهم لحد الآن نتكلم عن الحالة النفسية ونفسية المذاكرة عموماً دلوقت دي خلينا نذاكر لو جاءنا نظاكر هنلاقي إن حالينا مشتتات كتير جداً نتعامل معها إزاي؟